يعني نموذج عن بعض الأسئلة ربما نموذج عن بعض الأسئلة فيما يخص الرجل الأسئلة اللي نطرحها له هو نقدر نقول له تبحث عن زوجة أبحث عن زوجة سنها ما بين وبين هو يقول لي ما بين 18 و 25 سن محدد السن سن بين الأسئلة الولاية هل تبحث في ولاية معينة أو ما يهمش الولاية مفتوح للكل ولاية بين الأسئلة المهمة هل تقبل بإمرأة مطلقة أرمالا أو تريد إمرأة عزباء فقط سؤال آخر هل تقبل بإمرأة لديها أطفال هل تقبل بإمرأة غير محجبة أو تشتريط الحجاب هل تقبل بالمرأة العاملة أو تشتريط العمل هل تقبل بإمرأة لديها مرض مزمن مثلا هل تقبل بإمرأة لا تمارس شعائر دينية الأساسية كالصلاة وصوم إلى آخره يعني تفاصيل 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 كبيرة تفاصيل كبيرة حولنا نلخصها في 24 سؤال وجواب يعني قلت لك مختلف نوعا ما بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وين أنا كي نسجل في الموقع ونشوف لبروفايل النساء المسجلت في الموقع نقدر نقول باللي هذه الأخت تناسبني بنسبة 80 ولا 90 بالمئة يعني تلحق الدارات شكتل قاناعة معينة قاناعة معينة جميل والرميطود هذه ثبت يعني النجاعة انتحها فيما يخص المرأة فيها أسئلة وحدة أخرى فيما يخص ربما هل تقبل برجل متزوج يعني هل تقبل تعدد يجونها رسائل كثيرة كثيرة جدا تعدد هذا يعني موضوع آخر ومشكل آخر هل تشتريت يعني سكن منفريد أو تقبل سكن يعني مع الأهل عندها شروط مثل الولاية السنة على الرجل مستوى الدراج السنة على الرجل كان أسئلة فيما يخص دقيقة مثل باريكزوم هدرنا على الدخل الشهري للرجل درنا أن بارام قلنا بين صفر وخمسين ألف دينار بين خمسين ألف دينار ومئة ألف دينار شهريا والبارام الأخير بين أكثر من مئة ألف دينار شهريا بالتفصيل المومبيلي كما أقول وحتى المرأة تختار الرجل الشهري خلص حتى يعني وفي الجهة على المرأة أيضا كان راتب المرأة ولا لا يعني محددة في جهة الرجل محددة في ياختلاف بين المعايير معايير الرجل معايير معايير المرأة هو جميل ربما الحوار قاد لإكتشاف الفرق بين الزواج تقليدي اللي كانوا عليه الأجداد وزوج تقليدي بيحل عصريا نعم هو أكيد ربما لب الاختلاف هو في أنت تخير تقرار التفاصيل على الأجوب والأسئلة تلحق لدرجة قناعة تخير والفرق بين الماضي كانوا ربما الآباء والأجداد يخيروا الزوجة مباشرة لأنه يجيبوا هذا الزوج للأسف هنا كنا مجبارين باش نعطولوا هذه السبغة الحديثة لأنه اليوم النساء ورجال متأثرين كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بمختلف بمختلف باختلافها اليوم المرأة الأخت اللي تسجل عندنا والأخ اللي يسجل عندنا نقدر نقول لك شيء ربما يضحك لكن يجي لعدنا بقائمة شروط يعني بقائمة معايير محددة يقول لك مسبقة يقول لك ما نحتاج تكون طولها أقل من متر وستين مثلا نقول لك زواج بنقوصين سوء كاتالوج يعني على قد المقاس ويلقى رح يلقى البروفيل اللي يبحث عليه اكزاكت رح يلقى حتما البروفيل اللي يبحث عليه لأن الموقع الثاني عنده خاصية أخرى هي خاصية البحث وشنو خاصية البحث هذه يعني تصفية البحث نقدر نقول لك ربما كم موقع ويد كنيس يعني مع ذرة العلم مثال يعني الأخ يدخل للداشبورد اللي هو الحساب الشخصي رح يشوف أول حاجة يشوف جميع المسجلات في الموقع من بعد عنده خاصية تصفية البحث وين يقدر يصفي البحث على حساب معايير محددة وين رح يقعد له فقط النساء المسجلات لناسبه في بعض المعايير اللي اعتبرناها أحنا أساسية جدا خاصة مثلا مزوجة مقبل ولا غير متزوجة مطلقة أرمالة يعني تفاصيل يبحث عنها هو جدا أطفال إلى آخر هل كان أطفال ولا مكاش أطفال مثلا هذه معايير مهمة جدا